مجلس الوزراء ينفي إصدار البنك المركزي التعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستراد عدد من السلع الكريملين يؤكد إحرازه تقدما كبيرا في نزع السلاح أوكرانيا والبانتاجون يدرس تدريب قوات الأخيرة على باتريوت التضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى منذ أربعين عاما السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيش نشعة إخباريات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تردد مما زعم بشأن إصدار البنك المركزي التعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة وأكد أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تلك التعليمات وشدد على أن المنشور المتداوى المزيف وغير صادر عن البنك المركزي لافتا إلى أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الألكتروني للبنك مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرويج تلك المنشورات المزيفة تواصل وزارة الداخلية فعليات مبادرة كلنا واحد من خلال توجيه عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الخضرية الجديدة والأشد احتياجا برطاق مدريات الأمن على مستوى الجمهورية يأتي ذلك في إطار الدورة الذي تضلع به الوزارة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين مسيرة الدور الاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية تتواصل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فقد تم تنظيم قوافل من المساعدات العينية المتنوعة بطاطين ومواد غذائية لهدائها للمواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضرية الجديدة على مستوى الجمهورية كلنا واحد قافلة الخير انطلقت محملة بالمساعدات العينية إلى عدد من المناطق الحضرية الجديدة مساهمة من وزارة الداخلية في دعم قاتين تلك المناطق والتي تسعى الوزارة دائما لتخفيف الأعباء عنهم بمثل تلك المساعدات والتي تتسم بالاستمرارية وهو ما أشاد به المواطنون هناك مصر التبيرة في كل ود وكل عاصل والكل عارف ان مصر طول عمر هاصل الحكاية منفرح يقولونتوا قافين معانا ومستايبيننا حتى بتقولنا عندي شوق تدونا الحاجة كمان وإحنا مرتاحين ومبسوطين وربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم ونشكر سيادة الريس ربنا يخليه لينا نشكر سيادة الريس في المبادرة الجاملة بيعملها لنا بطاطين اللي بيجينا مبادرة دي الناس كلها بتحبها وبتستمع يعني تتمنى أن يتبقى موجودة على طول نشكر المبادرة اللي بتملها لنا بيجيبونا بطاطين وبيجيبونا كاراتين ونشكر وزارة الداخلية الداخلية وقفة جنبنا بيستعدنا في بطاطين في كاراتين وقفة جنبنا في كل حاجة وإلى المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مدريات الأمن توجهت قوافل المساعدات العينية قاطعة مسافات كبيرة لضمان وصولها لمستحقيها وهناك استقبلها المواطنون بترحب كبير في ضوء حرص وعزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لقاتين تلك المناطق الله ينصرك يا رايد الله ينصر الداخلية ربنا يباريك لك ويخلك لنا يا رب تهيامات 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 لو تحتاجينا بتلاقينا دايدا لنا شرطة وشعر ووجهت مدريات الأمن مأموريات إلى عدد من المناطق الأشد احتياجا بنطاقها تولت توزيع المساعدات على المواطنين هناك كما توجهت مأموريات إلى المنازل في المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مدريات الأمن لضمان وصول المساعدات لمستحقيها ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم لكافة فئات المجتمع توجهت مأموريات إلى دور رعاية المسنين وتوزيع مساعدات على قاتل تلك الدور وهو تقليد إنساني تحرص عليه الوزارة وتأتي تلك المساعدات في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهدفة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لا سيما المناطق الأولى بالرعاية توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت من ضبط 809 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 1336 طن مواد غزائية وغير غزائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 202 طن في مجال حكب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 1113 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تم ضبط قرابة 21 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 946 قضية من بينها 200 وقضية 1 خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 70 طن تنظم تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا غدا بعنوان المسؤولية المجتمعية للشركات وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني ويناقش صالونا تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من المحاور أبرزها دور المسؤولية المجتمعية للشركات وأشكال تلك المسؤولية وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسؤولية المجتمعية فضلا عن مباررات الاهتمام بها وكيفية ممارستها في القطاع الخاص في مصر وأبرز التحديات في هذا الإطار أعلنت السلطات العراقية القبضة على مجموعة إرهابية في محافظة كاركوك شمالي البلاد وذكرت السلطات العراقية أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية التي استهدفت النقطة الأمنية الخامسة والخمسين والواقعة في منطقة كوباني قرب الطريق الدولي موسيقى موسيقى قال الكلمين أنه تم إحراز تقدم كبير نحو هدف موسكو المعلن المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكراملان ديماتري بيسكوف أن بلاده ليس لديها أي فكرة عن خطة السلام الجديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي مشيرا إلى أن تصريحات الأخير لا تمثل الواقع بالصلة كما نفى المتحدث الروسي وجود أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظريه الأمريكي جو بايدن قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن روسيا لم تظهر أي رغبة جدية في إنهاء الحرب في أوكرانيا وأضف بلينكين أنه عقد اجتماعات عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء خارجية الدول مجموعة السبع للبحث في أفكار من أجل التوصل لسلام عادل اقترحه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي خلال زيارته التاريخية لواشنطن واشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن موسكو يمكنها وضع حد للحرب فورا بصحب قواتها من أوكرانيا تبحث وزارة الدفاع الأمريكية تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت في قاعدة عسكرية أمريكية بالولايات المتحدة وأوضحة وسائل علام نقلا عن مسؤولين في البانتاجون أن الوزارة تدرس ما إذا كانت ستجري التدريب كليا أو جزئيا في الولايات المتحدة أو إقامة التدريب في قاعدة أمريكية في أحدى الدول الأوروبية في نقطة تحول مهمة إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة منذ أواخر فبراير الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية اعتزامها تقديم ملياراً وثمانمائة وخمسين مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن لأول مرة نظام الدفاع الجوي باتريوت وهو النظام الذي أكد الرئيس الأوكراني بلودومير زيلانسكي أن بلاده بحاجة ماسة إليه باتريوت هو نظام دفاع صاروخي أرض جو طورته إحدى شركات التصنيع العسكري الأمريكية ويعتبر واحداً من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة استخدم لأول مرة في ميادين القتال خلال حرب الخليج عام 1991 واستخدمته الولايات المتحدة لاحقاً في العراق عام 2003 يشمل نظام باتريوت راداراً قوياً يصل مداه إلى أكثر من 150 كيلومتراً ومحطة تحكم ومولداً للطاقة ومحطات للإطلاق ومركبات أخرى للدعم كما أن له قدرات مختلفة حسب نوع الصاروخ المستخدم ذلك أن الصاروخ باك 2 يستخدم رأساً حربية متفجرة فيما يستخدم الصاروخ باك 3 الأحدى الثقنية الإصابة بغرض القتل الأكثر تقدماً على صعيد التكلفة المالية تبلغ تكلفة مجموعة باتريوت حديثة الإنتاج أكثر من مليار دولار منها 400 مليون دولار للنظام و 690 مليون دولار لصواريخ النظام المستخدم من قبل 18 دولة في مختلف أنحاء العالم وذلك بهدف اعتراض التهديدات التي تمثلها الطائرات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بما يسهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات بالدول المستخدمة له أعلنت وزارة الدفاع الروسي أسقاط مقاتلة منتراز سوء 25 ومروحية من نوع 108 تابعتين للقوات الأوكرانية خلال 24 ساعة الأخيرة وأضحت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إسقاط المقاتلة والمروحية في منطقة دونتسيك إلى جنب توجيه ضربات لنقاط حصينة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أرموتوفسك ما أصفر عن مقتل أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين و 5 عربات مدرعة و 6 سيارات للقوات الأوكرانية أعلنت سلطات مدينة دونتسيك مقتل وأصابت سبعة مدنيين قراء القصف الأوكرانية على مناطق عدة في المدينة خلال 24 ساعة الماضية وأضحت سلطات دونتسيك أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 64 مرة خلال ليلة الماضية مستخدمة مختلف أنواع القذائف ومشيرة إلى أن قوات كييف قصفت أحياء باتروفسكي في دونتسيك بتسع قذائف كما استهدفت منطقة جورلافكا بسبع قذائف أعلنت تهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية 6 ضربات صاروخية وجوية وقصفت أهدافا مدنية في منطقتين خاركييف ودينيبروت بروفسك وذكرت الهيئة الأوكرانية أن روسيا أطلقت النار على العديد من مناطق ومدن البلاد من خلال أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أكثر من 70 مرة خلال يوم أمس وضافت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات معادية بالقرب من 19 مدينة في مناطق سومي وخاركييف ودونتسيك ولوهانيسيك لكنه أيضا يأخذنا سوبرت لكي أمسكتسا وبرمغتا لا يتوقع مكان لأسرع أو إذنه كل يوم يتوقع كما يتوقع كما يتوقع كما يتوقع يتوقع كل مدينة بروسيا أعلن مسؤول بوزراء الدفاع البلاروسية تسلم بلاده دفعة جديدة من أنظمة دفاع جوية ساروخية من روسيا وأوضح المسؤول البلاروسي أنه تم تسليم دفعة الجديدة في إطار الاتفاقية الحكومية القائمة بين البلدين بشأن التعاون التكنولوجي العسكري مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية الجديدة تمثل أداة فعالة لإسقاط أنواع مختلفة من الأهداف الجوية أعلنت الحكومة الهولندية عن توفير مبلغ إجمالي قيمته 2.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا في عام 2023 وأوضح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا طالما استمرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتتوقع الحكومة الهولندية بحسب بيان صادر عنها أن تكون هذه الأموال ضرورية للدعم العسكري اعتمادا على حاجات الأوكرانيين أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة طارئة لأوكرانيا بنحو 37.7 مليون دولار وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة تنوي زيادة دعمها لأوكرانيا بتقديم حزمة طوارئ ثانية لمساعدة الأوكرانيين على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء وأوضح البيان أن القسم الأكبر من البنية التحتية لإنتاج الطاقة في أوكرانيا قد تضرر بشكل خطير أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أن موسكو تدرس تقليص إنتاجها من النفط بما يتراوح ما بين 5.7% في أوائل عام 2023 وتدت تحركات روسية في إطار رد على العقوبات الغربية وفرض صقف لأسعار النفط الروسية في مسعى للرد على العقوبات الغربية أعلنت روسيا أنها تدرس تقليص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5.7% في أوائل عام 2023 كما ستفرض حدودا قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم سقف الأسعار جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء أليكساندر نوفاك وفي هذا الإطار من المتوقع أن تتراوح التخفيضات بين 500.000 و700.000 برميل يوميا في ضربة قوية للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا والتي كان آخرها فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر الجاري جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل هذا وتستهدم موسكو سلاح الغاز في وقت عصيب تمر به أوروبا لا سيما في فصل الشتاء للضغط على الدول الغربية التي تتخذ إجراءات تصعيدية في إطار محاصرة الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على صادرات البترول بشكل أساسي هكذا تحولت الأزمة الأوكرانية التي دخلت شهرها العاشرة إلى صراع اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن من جهة وموسكو من جهة أخرى أزمة امتدت تدعياتها وتأثيراتها إلى العالم أجمع تسارع معدل التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى في أربعة عقود مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزايدة للأسر وهما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط قوية للحد من سياساته التوسعية وأفادت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أن معدل التضخم الأساسي الذي يستسني الأغزية الطازجة المتقلبة ارتفع بنسبة 3.7 من 10% في شهر نوفمبر على أساس سنوي مقارنة بـ 3.6 من 10% في أكتوبر وهو ما اتفق مع توقعات المحللين الأوضاع تزداد سوءا والأمور تتعقد أكثر ولم يكن أمام اليابان إلا التخلي عن سياساتها القديمة والبحث عن حلول لأزماتها إذ تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 40 عاما مدفوعة بزيادة تكلفة الطاقة فوفقا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية فإن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لم تكن اليابان وحدها من تضررت من أزمة التضخم العالمية بل سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كثيرة زيادة في ارتفاع الأسعار أكثر من توكيو خلال الشهور الماضية ولكن الدولة الآسيوية شهدت تضخما نسبته 2% وهو ما تجاوز النسبة التي وضعها بنك اليابان في خطته طويلة الأمد الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد الاحتياطي الفضرالي الأمريكي والمصارف المركزية الأخرى كانت تجد رفع سعر الفائدة طريقا لتجاوز أزمة التضخم ولكن اليابان كانت تعارض هذه السياسة وتبقي الفائدة عند مستويات منخفضة رغم تأرجح اقتصادها منذ تسعينيات القرن الماضي ورغم ما حدث من ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وتوقع معظم المحللين السياسيين أن يصل ارتفاع الأسعار في اليابان إلى ذروته في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل إلا أن بنك اليابان يرى أنه ليس هناك سبب لتغيير المصاري حتى الآن أبلغت الحكومة البريطانية نظيرتها الأمريكية بقلقها من تداعيات خطة الدعم الأمريكي الهائلة للشركات المحلية ولسيما المصنعة للسيارات الكهربائية وجاء في الرسالة التي كشفت عنها وسائل إعلام بريطانية أن خطة الولايات المتحدة تهدد بإلحاق الضرر بعدة اقتصاديات حول العالم والتأثير على سلاسل التويض العالمية للبطاريات والمركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة بصفة عامة وتشمل الخطة الأمريكية من بين أمور أخرى إعانات وتخفيضات ضريبية للشركات التي تصنع منتجتها بالولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو معتبرة أنه غير مفيد وجاء ذلك خلال مناقشة برامنية حول مسألة تعزيز دوره وكانت ألية الاستقرار الأوروبية أنشئت في 2012 للسماح لدول منطقة اليورو التي تعاني من أزمات مالية بالوصول إلى الأسواق وتسهيل حصولها على قروض بأسعار مضعومة في المقابل يجب على البلدان إجراء إصلاحات لتحسين قدرتها التنفسية وتنظيم مواردها المالية العامة ترجمة نانسي قدرتها اشتركوا في القناة موسيقى بدأ موظف جوازات السفر في بريطانيا اضرابا جديدا في احدث موجة من الاضراب على خلفية المطالبة بزيادة الاجور وسط ازمة تكلفية او تكلفة المعيشة هذا ويتأثر مئة الالاف من الركاب في مطارات بريطانيا على الرغم من ان الحكومة البريطانية قالت انها تعد افرادا عسكريين وعاملين من الخدمات العامة الاخرى المساعدة في المطارات ومن المقرر ان يستمر اضراب عناصر قوة الحدود حتى نهاية العام باستثناء يوم الثلاثاء المقبل اخبار السادسة مستمرة محضرتكم وتتابعون فيها موسيقى في اصرار على استكمال نهج استفزاز جارتها الجنوبية بيونج يونج تطلق صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي موسيقى قال الجيش الكوري الجنوبية ان كوريا الشمالية اطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق في احدث تجربة من سلسلة التجارب التي اجرطها هذا العام وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخين باليستيين متوسط المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الاحد مازالت كوريا الشمالية تلك الدولة المشاكسة التي تبث القلق في شبه الجزيرة الكورية بسبب مرساتها ما زالت تمارس هوايتها في إطلاق الصواريخ الباليستية التي تكدر صفو جارتها الجنوبية بل وتستفز أوروبا والغرب وتدعوهم لتوثيق تحالفاتهم مع كوريا الجنوبية واليابان ففي تحرك أخير قال جيش كوريا الجنوبية وخفروا السواحر الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً نحو البحر قبال تساحلها الشرقي ويعتبر هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونج يانج هذا العام وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبال تساحلها الشرقي الأحد الماضي وصفة ذلك بأنه اختبار مهم ومرحلة نهائية لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل وبحسب خبراء يعتبر تطوير قمر صناعي من هذا النوع بمثابة ذريعة تسمح لبيونج يانج باختبار صواريخ باليستية عابرة للقرات إذ تتمتع الأخيرة بجزء كبير من التكنولوجيا عينها المستخدمة في الصواريخ التجسسية وفي هذا الإطار تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة يأتي ذلك فيما لا يرضع بيونج يانج حزمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي منذ عام 2006 وتمضي بإصرار كبير في بناء ترسانة نووية تناوئ بها القوى الغربية من جانبها قدمت اليابان احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر صفرتها في بكين على أحدث تجارب يونج يانج الصاروخية وقالت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بلستيا ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة التي أدت إلى تصعيد التوترات الإقليمية وقال مسؤول الحكومي أن القذيفة سقطت بالفعل في المياه الوقاعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولما يتم التأكد حتى الآن من إلحاقها أي أضرار مادية لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وصيب ثلاثة آخرون بعدما فتح مسلح النار على مركز ثقافي كردي وعلى مقهى كردي مجاور في وسط العاصمة الفرنسية باريس إلى ذلك قال ممثل للدعاء الفرنسي أنهم ينظرون إذا ما كان هناك ذفع عنصري وراء الهجوم بعد إلقاء الشرطة القبض على المشتبه بتنفيذه الهجوم وهو رجل يبلغ من العمر تسعة وستين عاما وأضحت المدعي العامة في باريس أن المشتبه به اعتقل قبل عام بتهمة الهجوم بسيف على مخيم للمهاجرين في باريس وتم التحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة بدافع عنصري قال وزير الداخلية الفرنسي جرار درمنان أن الحكومة طلبت من الشرطة تعزي حماية مواقع الجالات الكردية في البلاد في عقاب الهجوم على مقهى كردي في باريس هذا واندلعت مواجهاتهم بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد بعد الهجوم تضمنت إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فضلا عن دفع الشرطة الفرنسية بمزيد من تعزيزات الأمنية إلى وسط العاصمة باريس موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وأضافت شرطان المصابين هم أربعة من أفرادها ومن المدنيين اثنين مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما أمر ضباط الشرطة سيارة بالتوقف من أجل فحص روتيني إلى أنها بدلا من أن تتوقف قام سائقها بتفجير متفجرات مخبأة بداخلها وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة قامت بتطويق المنطقة عقب أقوى الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤولية عنه حفة تلوية المتحدة الأمريكية أرمينيا وأذربيجان على النظر في خطوات من شأنها التخفيف التوترات لتكون بمثابة أساس لعلاقات حصن الجوار في المستقبل جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض عقب مكالمتين منفصلتين بين مستشار الأمن القوامي الأمريكي جيك سوليفان وأميني مجلس الأمن القوامي الأرميني ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الأذرية واستعرض المسؤولون الثلاثة خلال المكالمتين المنفصلتين التقدم المحرص في محادثات السلام التي يسيرها الاتحاد الأوروبي والللات المتحدة منذ اجتماعهم المشترك يوم السابع والعشرين من سبتمبر الماضي في واشنطن العاصمة وبحسب البيان أكد الجميع التزامهم بالمفاوضات بهدف إبرام اتفاق سلام تشهد معظم مناطق الولايات المتحدة عاصفة قوية وتساقط كثيفة للسلوك مع الانخفاض الشديد في الحرارة ما أدى إلى تأخير ألاف الرحلات الجوية أو إلغائها وقالت للسلطات أن العاصفة تحدث مرة واحدة فقط في كل جين محذرة من أن الظروف الشديدة الخطورة للتنقل في وقت يقبل فيه الأمريكيون بكثافة على استعمال الطرق والمطارات وذلك لموسم الأعياد في حدث نادر لا يتكرر إلا مرة واحدة كل جيل بحسب مواصفته السلطات الأمريكية تشهد معظم مناطق الولايات المتحدة عاصفة قوية وتساقط الثلوج بكثافة مع الانخفاض الشديد في الحرارة تسبب في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية السلطات المحلية حذرت من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل في وقت يقبل فيه الأمريكيون بكثافة على استعمال الطرق والمطارات في موسم الأعياد وبسبب تلك الاضطرابات الجوية أعلنت عدة ولايات أمريكية حالة الطوارئ ومن بينها أكلاهوما وكنتاكي فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تيكساس في جنوب البلاد وبحسب السلطات فإنه من المحتمل أن تتسبب ثلوج والرياح في حدوث عواصف ثلجية في أماكن معينة مما يجعل أي تنقل خطيرا بل مستحيلا في بعض الأحيان الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه دعا جميع المواطنين إلى ضرورة الاستماع إلى التحذيرات والتعامل مع العاصفة على محمل الجد ووصف الوضع بالخطير هذا ومن المنتظر أن تتفاقم الثلوج وتستمر خلال عطلة عيد الميلاد في نهاية الأسبوع وستتأثر منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى خصوصا في نهاية هذا الأسبوع مع ظهور عواصف ثلجية ووفقا لوكالة أمن النقل فإنه من المنتظر أن يتواجد ملايين الأمريكيين في المطارات في أنحاء البلاد مع توقع أن يكون موسم العطلات هذا العام أكثر ازدحاما مما كان عليه عام 2021 مع العودة إلى مستويات ما قبل الوباء هي إذن ظروف استثنائية خطيرة تعيشها الولايات المتحدة بسبب تغيرات مناخية ربما تتسبب في أضرار كبيرة قد لا تحمد عقباها اعتمدت المفاوضات الأوروبية خطة الانتقال الإقليمي لإسبانيا التي ستم بمجابها تخصيص استثمارات بقيمة تقترب من 869 مليون يورو لدعم الانتقال العادل نحو الحياد المناخي في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد بحلول عام 2030 وذكرت المفاوضات الأوروبية أن هذا التمويل الذي سيأتي من صندوق الانتقال العادل يساهم في تحقيق انتقال مناخي عادل في المناطق المتأثرة بإغلاق مناجم الفحم ومحطات توليد الطاقة بالفحم هذا ويشمل على وجه الخصوص منطقة أسترياس التي ستحصل على ما يقرب من طلث التمويل الإسباني بجانب مناطق أخرى دعا وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين من الصين إلى مشاركة معلوماتها بشأن الموجة الجديدة من فيروس كورونا والتي تشهدها البلاد وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي إنه من المهم أن تركز جميع الدول بما في ذلك الصين على ضمان تلقاح الأشخاص وتوافر الاختبارات والعلاجات ومشاركة المعلومات مع العالم لشأن ما تعيشه كما عرض خلال المؤتمر المساعدة على الصين عبر تقديم اللقاحات وضف بلينكين أنه مع انتشار الفيروس من الممكن أن تتطور متحولات أخرى وأن تنتشر بدورها ما سيؤثر على باقي الدول قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد تتوقع ضروة إصابات جديدة بفيروس كورونا في غضون إسبوع في حين تتوقع السلطات مزيدا من الضغط على النظام الصحي وفي مواجهة زيادة الإصابات وانتشار الاحتجاجات على الإغلاقات والفحوصات بدأت الصين التخلي عن هذه السياسة التي تتجه نحو التعايش مع الفيروس وإتي ذلك بينما سجلت الصين أقل من أربعة ألاف إصابة محلية جديدة بكورونا مصحوبة بأعراض خلال الأربع والعشرين ساعة ولم يتم رصد أي توافيات جديدة بالمرض لليوم الثالث على التوالي أعلن وزير الصحة الهندي اعتزام بلاده إلزام المسافرين الذين يصلون لها من دول ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا بتقديم فحص يضبط خلوهم من الإصابة وعضح وزير الصحة الهندي أن بلاده ستعمل الأسبوع المقبل على تحديد دول بعينها ترتفع فيها حاليا حالة الإصابة بالفيروس لتقديم ما يثبت الخلوة من المرض حال رغبتهم بدخول الأراضي الهندية الآن موعدنا مع آخر أخبار المال والأعمال وليلا عبانو تصحبنا في الأخبار الاقتصادية ليلا شكرا لك محمد شكرا أبا ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية أعلمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ الشرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالية حمولات بلغ ثلاثة ملايين وستمائة واثنين وثمانين ألف وسبعمائة وثمانية وتسعين طن كتاقة محققة وعدد حاويات بلغ ثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف واربعمائة وثلاثة وستين حاوية مكافئة من خلال استقبال مائتين وثمانية عصرة سفين متنوعة خلال الشهر هذا وتعمل الهيئة دائما على تطوير الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية العالمية مما يعظم من الإيرادات وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار مفت 2% بدفعة من توقعات من خفاض في إمدادات الخام الروسي مساعدة على تخطي أثر مخوفة من تلقي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لضربة بسبب عاصفة شتوية وشيكة مما أضر بخطة السفر في موسم العطلات وارتفعت العقود الأجلة خام برينت بنسبة 1.7% إلى 82.38 دولار كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% وذلك إلى 78.98 دولار كما ارتفعت أسعار المزوت عالمياً بنسبة 2.74% لتصل إلى 3.18 دولار للتر في المقابل انقفضت أسعار الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 2.14% لتسجل 4.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيلا شهد إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر الماضي بينما طباط التضخم أكثر وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصادي الأمريكي زاد بنسبة 1.10% بعد زيادة معدلة بالرفع وذلك إلى نسبة 9.10% في أكتوبر الماضي بدلاً من 8.10% كما تم الإعلان من قبل فتحت المؤشرات الرئيسية في ووستريت على انخفاض وسط تعاملات متقلبة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم وصلت طباط وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.10% بينما هبط المؤشر ستانر الأنبولز 19.100% في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 37.100% أغلقت برصة الإمارات على تراجع تقطفي أثر الأسهم العالمية بعد أن أظهرت البيانات قوة الاقتصاد الأمريكي لما قد يدفع المركزي هناك للإبقاء على مسار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لكبح التضخم وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 2.10% بينما هبط مؤشر أبو ظبي 1.10% ليواصل التراجع للجلسة الرابعة على التواري ختم وقفتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لآداء ومحمد الاستكمال النصر شكرا لك يا ليلى انطلق ماراثن زايد الخيري الذي يتم تخصيص العائد منه للصالح مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق بالمجان بمشاركة نحو 25 ألف من النشأ والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية بدأ الماراثن الرئيسي من أمام استاد الاسكندرية لمسافة 10 كيلو مترات بالإضافة إلى سباقات الماراثن لمسافة كيلو مترين كما يشمل فئات أصحاب الهبم والأطفال تحت سن عشر سنوات وكبار السن فوق الستين عاما شهدت محافظة الأكسر فعليات الحفل الختامي لملتقى الأكسر الدولي للتصوير في دروات الخامسة عشرة تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية شارك في الملتقى 17 فنانا من 6 دول مختلفة وهي مصر والهند والبحرين وتونس وجورجيا والعراق في إطار استراتيجية الدولة لتوظيف الفنون في التصويق السياحي ودعم حركة الفن التشكيلي في مصر شهدت محافظة الأكسر فعليات الحفل الختامي لملتقى الأكسر الدولي للتصوير في دورته الخامسة عشر وذلك تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية فن التشكيلي له دور مهم جدا في إعادة تصوير المدينة بتاريخها وحضارتها بالدعايتها بالسياحة بكل شيء أيضا اهتممنا بمجموعة كبيرة من الملامح هذه الدورة زي الأفلام فيلم تسجيلي اهتمنا أن نحن نوسق تجربة الفنانين كلهم نعمل لقاءات مصورة بالفيديو معاهم اهتمنا بالجولات السياحية أيضا لأنها كمان بتؤدي إلى مزيد من التأثير في الفنانين من خلال الحضارة والعصار اللي بيشوفوها سعيدة المراتي أن أنا كنت الكوميسيور بتاع السومبوزيوم بتاع الأكسر حاولت بشكل كبير جدا أطوع كل حاجة للفنانين بحيث أن هم يطلعوا شغل فعلا من وحي الأكسر لأن السنة دي أول سنة في السومبوزيوم بعد 15 دورة يبقى فيه سلوجن يبقى فيه تيمة للسومبوزيوم وهي الأكسر بعيون الفن تأتي هذه الدورة بالتزامن مع اهتمام صندوق التنمية الثقافية بدعم الريادة الثقافية للدولة المصرية واستثمار ما ينتجه في قطاع الصناعات الإبداعية شارك في الملتقى 17 فنانا من 6 دول مختلفة وهي مصر، الهند، البحرين، تونس، جورجيا، العراق وقدم كل فنان عملين فنيين مستوحيين من طبيعة مدينة الأكسر بالإضافة إلى مشاركة ثمانية شباب حديث التخرج يحق لهم الانضمام للملتقى لمرة واحدة فقط ملتقى الأكسر للتصرير دي دورة الخمستاشر أنا سألني أنها متواصلين في عدد الدورات يمكن السنة دي الدورة وثقت مشاريع مهمة تم إقامتها في محافظة الأكسر منها مشروعات الهوية البصرية منها مشروعات التطوير والترميم الأخيرة للحفاظ على التراث والمناط الأسرية والسياحية أيضا وثقوا بعض مشروعات إزالة تعديات المباني على المناط الأسرية ما قبل وما بعد الحقيقة يعني كل هذا بإيد الفنانين المصريين وكذلك أيضا معنا مشاركين فنانين من دول عربية وأوروبية وأسيوية الملتقى في الأصل هو فعالية فنية ثقافية معنية بمشاركة مجموعة من الأفراد الفنانين التشكليين في بوطاقة واحدة موجودة جوة اللقصر والحقيقة أن تأثير البيئي نفسه بتاع اللقصر بيظهر على الفنان من بيئة منغلقة تماما موجود فيها لمدة 15 يوم البيئة ده بتطيح لي أنه هو ينتج عمل فني مميز جدا متأثر والفيه تأثر واضح جدا بالبيئة المحيطة حاجة جميلة جدا مرتقى اللقصر الدولي الخمسة عشر زي ما احنا عارفين يعني بقى أننا خمسة عشر سنة بدون توقف الحمد والله حدث عبقري على أرض اللقصر بناس عبقى جميعا سواء إحنا كأعضاء تدريس أو طلاب كل تفهم الجميل ملتقى الأقصر الدولي للتصوير أصبح ميدانا للتواصل بين المبدعين من مختلف دول العالم بما يقدمه من إبداعات متميزة تخلق حوارا فنيا ينعكس إيجابا على واقع التشكيل المصري وتحقيق الارتقاء بالذوق العام وإتاحة الفرصة أمام الفنانين من مختلف الثقافات للتفاعل فيما بينهم تزين برج القاهرة بشعار مبادرة قادرون باختلاف الجديد وذلك بهدف دعم ذوي الهمم وتشجيعهم على الاندماج في مختلف المجالات داخل المجتمع يأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالنسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف والمقرر أنعقادها في نهاية شهر ديسمبر الجاري انتهت تشاطنا ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العنوين مجلس الوزعاء ينفي إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلعة الكريملين يؤكد إحرازه تقدما كبيرا في نزع سلاح أوكرانيا والبنتاجون يدرس تدريب قوات الأخيرة على باتريوتا أتضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى له منذ أربعين عاما وصلنا معكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري دم دم في أمان الله إلى اللقاء